تحول مشهد وجود العمال الإيرانيين في شوارع العراق إلى مشهد اعتيادي يزاحمون فيه نظراءهم من أهل البلاد للحصول على ما يسدون به رمق عائلاتهم بعدما هربوا من كارثة اقتصادية تجتاح بلادهم جراء العقوبات الأمريكية وإصرار إيران على نشاطاتها النووية ووصف دورها المزعزع بالشرق الأوسط بالمقاومة هذا التطلع الإيراني للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط دفع ثمنه هؤلاء العمال الذين يمثلون الطبقة الفقيرة التي لم تستفد من ثروات البلاد التي استحوذت عليها قلة قليلة من رؤوس وقادة النظام الإيراني المشكلة ليست الحصول على العمل بل إن العملة لم تعد لها قيمة هناك من جراء العقوبات الأمريكية التي أدت لارتفاع التضخم إلى 52% بعدما فقد الريال الإيراني نصف قيمته خلال عام واحد في نهاية يوم عمل يمكنني شراء دجاجة لكن العائلة تحتاج إلى أشياء أكثر من دجاجة أتقاض يوميا نحو 25 دولارا وهو مبلغ جيد يعادل ثلاثة أضعاف ما أحصله في إيران نتيجة عملي في العراق ستكون مكسباً لي عند العودة إلى إيران خصوصاً مع ارتفاع سعر المواد الغذائية والبضائع بشكل جنوني بعد التوتر الأخير بين طهران وواشنطن هذا الواقع الذي يعيشه هؤلاء العمال الهاربون يبدو غير الذي تحاول طهران ترويجه ويكشف عجزاً كبيراً تنامت على إثره روح التمرد ليس عند الطبقة الفقيرة والمتوسطة بل في شريحة الطلاب والأكاديميين الذين تظاهروا ضدها وامتد هذا التمرد ليشمل السياسيين ونواباً استجوابوا الحكومة أكثر من مرة وأكدوا على ضرورة سحب الثقة منها بسبب سياساتها الاقتصادية المتعثرة التي لم تجد نفعاً أمام عقوبات أمريكية هي الأشد منذ عقود ويقول خبراء اقتصاديون إيرانيون إن السياسات الاقتصادية الخاطئة ستؤدي إلى معاناة الأسر الإيرانية من أعلى معدل للتدخم تصل إليه البلاد بعد الحرب العالمية الثانية بل ذهبوا إلى تحذير قادة النظام الإيراني من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون وأن البلاد على وشك السقوط